تحتفل مملكة البحرين لدوي الإعاقة انطلاقا من حرصها على ضمان حقوقهم وزيادة الوعي لدى المجتمع بوجوب إدماجهم في كافة مجالات الحياة والتأكيد على حقهم في المشاركة في بناء المجتمع وذلك على اعتبار أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وقد حققت مملكة البحرين إنجازات ملموسة في تنمية قدرات وإمكانيات هذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع والعمل على توفير كل ما يجعلها فاعلة في مسيرة التنمية وتمكينها من الاندماج الشامل في الحياة العامة وذلك بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وحكومته الرشيدة وشرت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لشؤون دوي الإعاقة اعتمدت مؤخرا مصطلح دوي الهمم إيمانا منها بكفاءة وقدرة دوي الإعاقة وقدرتهم على الاندماج في المجتمع وممارسة العمل بشكل طبيعي لما يملكونه من إبداعات مميزة كغيرهم من أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر